وزارة الصحة العراقية وكذلك اكتشافها في وقت مبكر له أثر كبير في العلاج من هذا المنطلق حقيقة تبنينا تطوير المراكز الصحية مراكز الرعاية الصحية الأولية هذه المراكز المرتبطة بدارة الصحة العامة يوجد في أغلى مناطق العراق وفي محافظات العراق وفي الأقضية والنواحي توجد هذه المراكز الصحية وحقيقتهم أطباء كفاء وخاصة طب الأسرة والطب المجتمع والمعاونين الطبيين والمعاون صحة المجتمع وبالتالي قدرنا نغطي خدمات صحية لكافة مناطق العراق ابتداء من القرية هذه المراكز الصحية حقيقة وزارة الصحة تسندها بمجموعة من البرامج ومن البرامج المهمة هو برنامج اللقاحات فمعروف كل أطفال العراق وبرنامج اللقاحات حقيقة في العراق هو من البرامج الممتازة جدا ودائما منظمة الصحة العالمية تشيد بهذا البرنامج المتسربين من البرنامج حقيقة عدتهم قليل ودائما وزارة الصحة الصحة العامة تقوم بمبادرات وبحملات تحصر بها المتسربين ونغطيهم وأيضا تحتوي هذه المراكز على الصحة المدرسية وصحة الأسنان وغيرها من البرامج المهمة طبعا مستشفياتنا مستوى الثانوي والثالثي تقدم خدمات وخدمات جليلة بالفترة الأخيرة قدرنا نركز على موضوع علاج السرطان في العراق من المعروف أعداد موجودة من مرضى السرطان كانوا يعانون فيما سبق الآن توجد لدينا أجهزة معجلات خطية استطعنا تقليل قائمة الانتظار كان انتظارهم ست شهر إلى سنة الآن سميناه زيرو داي يعني المريض بنفس اليوم يجي ويتلقى خدمة الكوي أو الإشعاع ما يسمى بالراديو ثرابي عدنا من المراكز التي أضيفت في هذه الفترة هو مركز الصادق في الحلة عدد جهازين ومركز مرجان عدد جهازين أيضا في الحلة وعدنا لأول مرة ومنذ بداية تيسير دار الصحة الكربرة بها جهازي المعجلات الخطية الآن فريق طبي أجنبي يدرب الفرق الطبية العراقية على هذه التقنية الجديدة وأيضا عندنا في دار الصحة النجف اثنين ضفنا معجلات خطية فصار عدد ثلاثة في محافظة النجف الأشرف وقدرنا الآن في النجف كانت الموعيد ست شهر الآن في نفسي اليوم يجي لأول مرة أيضا في الناصرية مركز متكامل لعلاج السرطان وحقيقة دار الصحة الذقار عدها طباء عدد اثنين فقط واحد منهم من بغداد وواحد الناصرية أسندناهم فريق أيضا أجنبي الآن يدرب الفرق الطبية العراقية الموجودة والآن كل المرضى السرطان في ذيقار وفي المثنى والمحافظات القريبة يتعالجون في هذا المركز عدنا مركز الميمونة في ميسان قدرنا أيضا نأهله ونضيف له تقنيات جديدة لمعجلات الخطية الموجودة حقيقة عدنا خطط متكاملة الآن مراكز القلب مراكز القلب قدرنا نعمل مراكز القلب في كل محافظات العراق وفي كل دوار الصحة وفي بعض دوار الصحة أكثر من مركزين موجودات في خلال هذه الفترة استطعنا توفير المواد والمستزمات الطبية الخاصة بالقصرة كان المريض يتأخر ويتأخر كثيرا بعض الأحيان يذهب إلى القطاع الخاص وتعرفون كثير من المواطنين لا يستطيعون دفع المبالغ والتكاليف الخاصة بهذه العمليات عمليات القصرة تصل إلى أربع ملايين أو خمس ملايين الآن تجرى مجانا في أغلب أو في كل دوار الصحة عدنا موضوع المفاصل والكسور قدرنا خلال هذه الفترة من استيراد وتوزيع مفاصل للركبة ومفاصل للهيب جوينت مفاصل الورك واستطعنا خلال هذه الفترة أيضا نغطى كل العراق الآن كل المفاصل أيضا مجانا عدنا المرحلة الأخرى طبعا في أغلب الاختصاصات الحمد لله والشكر الأطباء العراقيين مع الكوادر الصحية والتمريضية والساندة قدروا يوصلون إلى خبرات ويحصلون على خبرات سواء عن طريق التدريب الداخلي أو الخارجي أغلب العمليات التي كانت تجرى في خارج العراق الآن تجرى في داخل العراق قدرنا خلال هذه السنة نضيف مستشفيات اثنين مستشفى كربلة مدينة طبية المستشفى الحسن المشتبى في كربلة مستشفى النجف التعليمي في محافظة النجف الأشرف وأيضا مستشفى اللي هو مدينة طبية مستشفى الناصرية التعليمي في نهاية هذه السنة راح نضيف مدن طبية اثنين في البصرة وفي ميسان الحمد لله والشكر حقيقة أيضا المرضى اللي في بعض الأحيان يعني نعجز عن علاجهم في داخل العراق أما بسبب عدم وجود جهاز معين أو في بعض الأحيان مستلزم معين ما متوفر وفي بعض الأحيان نحتاج إلى خبرات إضافية عندنا برنامجين برنامج إخلاق واستقدام الآن نعتمد على برنامج الاستقدام اللي هو شنو نجيب أطباء أجانب من خارج العراق عادة نعتمد على أطباء تركيا والهند وبعض الدول العربية في أمور معينة ومحدودة جدا مثلا عمليات الهارد ديزيز اللي هي عمليات تشوهات القلب الولادية للأطفال خاصة الأوزان القليلة الآن عدنا فرق في ابن البيطار وفرق في مستشفى الصادق وعدنا فرق طبية في المركز العراقي للقلب هذا موضوع الموضوع الثاني هو تشوهات العمود الفقري خاصة الحرافات العمود الفقري الشوفوها الحراف الجانبي أو الحراف الأمامي هذه من العمليات الصعبة والمعقدة جدا استطعنا جلب فرق الجنبية إلى العراق والآن دربنا ثلاثة طباء قبل أسبوع أو عشرة أيام أول عملية في العراق بكوادر طبية عراقية مئة بالمئة استطعنا إجراء هذه العملية بعد أن كانت تجرى إما خارج العراق أو في داخل العراق داخل العراق بأياد أجنبية الحمد لله وشكرها عندنا بعض عمليات العيون أيضا عن طريق فرق أجنبية خاصة المعقدة أو الشبكية أو الريتنال ديتاشمنت يعني بعض الأمراض الشبكية المعقدة نرسلهم إلى خارج العراق عندنا أيضا بالإضافة إلى تقديم الخدمات تعرفون وزارة الصحة العراقية مستشفياتها تسمى بالمستشفيات تعليمية وتدريبية هذه المستشفيات حقيقة تقوم بتدريب الأطباء في المجلس العربي لإختصاصات طبية وكذلك المجلس العراقي لإختصاصات طبية يعني مستشفياتنا مو فقط لتقديم خدمات طبية لكن أيضا لتدريب الأطباء وتدريب الممرضين على القيام بواجباتهم واكتساب خبرات حقيقة من يسينا المختبرات المختبرات وأيضا الأمور التشخيصية الأخرى مثل الأشعة نحن في العراق الآن الحمد لله والشكر أغلب المحافظات أجهزة رينين متوفرة وأجهزة مفرس ونزلنا حتى للأخضية أغلب الأخضية موجود بها مفرس الحلزوني اللي هو يسمى بالسيتيسكان التصوير الشعاع المقطعي أو الطبقي وكذلك الرينين المغناطس أغلب دوائرنا إذا ما بها ثنين بها ثلاثة وحتى في الأخضية أيضا المختبرات التعليمية فيما سبق كنا عن طريق شراء الخدمة الآن يسمى بحزمة المختبرية قدرنا نغطي كل محافظات العراق كل دوائر الصح قدرنا نغطيها بحزمة مختبرات واحدة وملائمة لكل دوائر الصح تعرفون كان المريض يعاني بعمليات غسل الكلة ومرات يشتري الفلتر واللاين يشتري على حساب الخاص وكان هناك حقيقة وفيات قبل عشر سنوات أو خمس طعام سنة في هذا المرض الآن مراكز غسل الكلة منتشرة في كل أنحاء العراق من كردستان إلى البصرة كل أنحاء نزلنا حتى للأخضية حتى في الأخضية موجودة مراكز لغسل الكلة يعني البعد المريض ما يعاني الآن المريض يغسل مرتياً أو ثلاثة حسب رأي الطبيب وبسعر زهيد جداً وبتقنية عالية ما عندنا أي مشاكل حالياً في عمليات غسل الكلة بعد أن كانت تجرى حقيقة بمراكز المدن وأيضاً كان هناك تلك وبيعلاك الحمد لله في السنوات الأخيرة استطعنا القضاء على هذه المشكلة طبعاً ما يفوتنا أنه المشاريع الاستثمارية الموجودة في العراق عندنا مشاريع حقيقة أتمنى تطلعون عليها عندنا فقط في دار الصحة تلرصافة يمكن سبع مستشفيات بعضها يكمل نهاية السنة وبعضها بالسنوات القادمة في الكرخ عندنا موجودة في كل المحافظات يعني في واسط موجود مركز متكامل للأورام ومستشفى أيضاً خمسمائة سرير مدينة طبية عندنا في ميسان ثلاثة أربع مستشفيات عندنا في البصرة عندنا في صلاح الدين عندنا في الأنبار الأنبار أغلق بأقضيته لأن تعرفون مناطق بعيدة عن بعضها البعض مناطق شاسعة أغلب الأقضية الآن في الأنبار بيها مشاريع لبناء المستشفيات صلاح الدين بيها مستشفى سامراء والشرقات والدجيل بيها اثنين وفي الدور ومستشفى التعليم اللي تكريت اللي ويكمل في نهاية هذه السنة العاشرة والهدعش الموصل الحمد لله والشكر بنينة بيها مدينة طبية وماخذة طريقها للبناء كاركوك بيها مدينة طبية ديالة أيضاً رجعنا العمل بالشركة الاسترالية وإذا تشتغل بعد أن كان متوقف أغلب حقيقة المحافظات الآن الحمد لله والشكر يعني نقدر نقول وزارة الصحة موهو مو من طموحنا يعني طموحنا هو أكثر من ذلك لكن نقدر نقول خدمات جيدة متوسطة إلى جيدة نقدر أيضاً نوصل إلى أكثر من هذه الدرجة عن تطبيق بعض الأنظمة ويمكن حتياناها سابقاً الضمان الصحي والتأمين الصحي ونقدر ننهض بهذا القطاع فصل القطاع العام عن القطاع الخاص طبعاً وزارة الصحة أيضاً مسؤولة بمراقبة ومتابعات والكشف عن الخدمات الصحية المقدمة بالقطاع الخاص والقطاع الخاص طبعاً عدنا من الأهمية ما يوازي أهمية القطاع الحكومة تعرفون القطاع الخاص هو شريك لوزارة الصحة مستشفيات الخاصة والآن حقيقة عندنا ذات ابناء مستشفيات خاصة حالنا حال دول الجوار لكن إذا طبق قانون ضمان الصحة سنرى الاستثمار في مجال الصحة يتطور ويغطي أكبر نسبة من المواطنين ترجمة نانسي قنقر